هكلمكو على واحد من المتلازمات السرعة في الاطفال اللي بيسمون لاند كليفنر سندرون وده مرض جيني بيصيب الجهين اللي هو ال جي آر آآ 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 وده الاطفال دايما بتبدأ الاعراض عندهم من سن سنتين لثمان سنين وتبدأ دايما بنوابات سرعية وبتبع عنيفة دايما وبمصدرها الفص الصدقي او فص الجداري والخلفي ودايما الاطفال دول مميزين انه هم بيفقد القدرة على الكلام وفهم الكلام المسموع وشوية بشوية مش جادر يتكلم وشوية بشوية بيفقد الكلام تماما واحيانا الام بتشك انه يكون الطف ده مش بيسمع ودايما بيبقى معهم بتغير في السبوك وتغير في الادراك والفهم ويبقى عندهم فرط حركة وعدوانية الاطفال دولة بيحتاجوا دايما عشان يتشخصوا وبيحتاجوا تحليل جيني الاطفال دولة بيحتاجوا اكتر من مضاد صرع لانه دايما بيبقى من نوع الصرع العنين اللي بيتمش تحكم فيهم باكتر من نوع صرع بقدروا اكتر من دواء صرع وبيبقى بيحتاجوا كورتزون في علاجهم وبيحتاجوا دايما على التخاطب وبيحتاجوا تعلم لغة الاشارة واحيانا بيحتاجوا براحة في المخ اللاند كليفنر سندروم دولا بيكبر معهم المرض ولما بيكبروا جان ما بيقبوا عندهم صعوبات في التعلم وصعوبات في التنفس وصعوبات في البلع ده مهم جدا احنا نعرفه عن لاند كليفنر سندروم